السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طالبات وطلاب الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية وعنوان درس اليوم المقاومات الطبيعية لقيام الأنشطة الاقتصادية الجزء الثاني فأهلا ومرحبا بكم بداية أبناء الطلاب تعالوا بنا نتعرف أهداف درسنا فيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يعدد أنواع الموارد المائية ثانيا يذكر أثر الموارد المائية على تنوع الأنشطة الاقتصادية ثالثا يوضح أثر التربة على تنوع الأنشطة الاقتصادية فهيا بنا نبدأ درسنا عزيز الطالب تعلمنا سابقا المقاومات الطبيعية لقيام الأنشطة الاقتصادية والتي تشمل كل من أحسنتم الموقع الجغرافي وكذلك أحسنتم المناخ وكذلك الموارد المائية وأيضا التربة والموارد المعدنية فتعالوا بنا أبناء الطلاب نوضح الموارد المائية والتربة بشيء من التفصيل لك أن تعلم عزيز الطالب أن الموارد المائية تعد من العوامل الطبيعية التي يستخدمها الإنسان في كثير من أنشطته الاقتصادية وتتنوع الموارد المائية كما يوضحها المخطط الذي أمامك إلى موارد مائية عذبة وكذلك موارد مائية مالحة والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 13 حتى نجيب على السؤال التالي ما أهمية الموارد المائية المالحة؟ فكر عزيز الطالب ثم أجب ممتاز فلعل أهم الموارد المائية المالحة أنها تعد مصدرا للأسماك وتستخدم كوسيلة للنقل ونستخرج منها ملح الطعام كذلك تستخدم في الأغراض المنزلية بعد تحليتها والآن عزيز الطالب شاهد الصور التالية لتتعرف منها على مصادر الموارد المائية فأمامك عزيز الطالب مياه البحار كذلك صورة تشير إلى مياه الأمهار وأيضا مياه الآبار والعيون والتي يقصد بها المياه الجوفية كذلك مياه البحيرات وآن عزيز الطالب هل تستطيع أن تعرف ما المقصود بالنهر؟ أحسنت فالنهر عزيز الطالب هو مجرى ماء طبيعي تجري بين ضفتيه المياه العذبة الناتجة عن سقوط الأمطار أو ذوبان الجليد تعالوا بنا يا ابناء الطلاب من خلال الصور السابقة نكمل المخطط التالي فوضحنا يا ابناء الطلاب أن مصادر المياه تنقسم إلى مياه عذبة ومياه مالحة والمياه العذبة أبناء الطلاب تشمل كل من الأمطار وأيضا أحسنتم الأنهار وكذلك الآبار والعيون أما المياه المالحة أبناء الطلاب فتشمل البحار وكذلك ممتاز البحيرات المالحة والآن ابناء الطلاب تعالوا بنا نوضح أثر الموارد المائية على قيام العديد من الأنشطة الاقتصادية ولك أن تعلم عزيز الطالب أن الموارد المائية تؤثر تأثيرا كبيرا على الأنشطة الاقتصادية ويتضح ذلك من خلال استخدام المياه العذبة في الزراعة كذلك تساهم الموارد المائية في الصناعة بشكل كبير بما تشمله من مواد خام مثل الأسماك والملح أيضا عزيز الطالب تساهم الموارد المائية في التجارة حيث أن لها دورا كبيرا في عملية النقل ولعل أهم القيم عزيز الطالب التي يجب أن تحرص على تعلمها المحافظة على المياه بترشيد الاستهلاك وعدم تلويثها وذلك لاستغلالها بشكل أفضل في الأنشطة الاقتصادية عزيز الطالب شاهد الفيديو التالي لتستنتج منه أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال تفعيل الباركود الموجود صفحة 17 وهو عن ترشيد استهلاك المياه ترشيد استهلاك الماء أصبحت الحاجة إلى ترشيد استهلاك الماء في الآوينة الأخيرة من الأمور الملحة هناك من التوجهات ما ينبغي أن نلتزمها في حياتنا اليومية منها إغلاق صنبول الماء أثناء غسل الأسنان وكذا أثناء الحلاقة استخدام الدش بديلا عن تعبئة حوض الاستحمام بالماء تجنب استخدام الخرطوم في أعمال الري أو غسل السيارات أو تنظيف سلم المنزل استخدام نظام الرش والتنقيط في أعمال الري لخفض استهلاك المياه اترك الأطعمة المجمدة في مكان مكشوف لمدة تكفي لإذابتها بدلا من صب الماء عليها ولا نمل من التذكير بقولنا نقطة مياه تعني الحياة عزيز الطالب افتح الكتاب المدرسي صفحة 26 لكي نجيب على السؤال الثالث بما تفسر تساعد الموارد المائية في قيام العديد من الأنشطة الاقتصادية فكر عزيز الطالب ثم أجب أحسنت يتضح ذلك من خلال استخدام المياه العذبة في الزراعة كذلك تساهم الموارد المائية في الصناعة بشكل كبير وذلك بما تشمله من مواد خام مثل الأسماك والملح إلى جانب ذلك أبناء الطلاب تساهم الموارد المائية في التجارة حيث أن لها دورا كبيرا في عملية النقل نستكمل أبناء الطلاب العوامل الطبيعية لقيام الأنشطة الاقتصادية العنصر الرابع التربة فلك أن تعلم عزيز الطالب أن التربة تختلف من منطقة لأخرى مما يؤثر على الانتاج الزراعي ولك أن تعلم عزيز الطالب أن للتربة أنواع فهناك التربة الطينية والتربة الرملية والتربة السفراء كذلك أبناء الطلاب تساعد التربة الخصبة على زيادة الانتاج الزراعي كما في سوريا والعراق ومصر والصين والهند كذلك أبناء الطلاب يقل الانتاج الزراعي في المناطق ذات التربة الفقيرة عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 19 حتى نجيب على السؤال التالي ما نوع التربة في دولة قطر؟ وما تأثيرها على الانتاج الزراعي فيها؟ فكر عزيز الطالب ثم أجب ممتاز فالتربة أبناء الطلاب في دولة قطر تربة صخرية وقد أثر ذلك على قلة الانتاج الزراعي وعدم وجود اكتفاء ذاتي من المنتجات الغذائية والآن أبناء الطلاب تساعد التربة الخصبة على؟ أحسنتم أبناء الطلاب فالتربة الخصبة تساعد على زيادة الانتاج الزراعي ثلاثة يقل الانتاج الزراعي في المناطق ممتاز أبناء الطلاب فالانتاج الزراعي يقل في المناطق ذات التربة الفقيرة عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 25 لكي نجيب على السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية تساعد التربة الخصبة على زيادة؟ ممتاز تساعد على زيادة الانتاج الزراعي والآن أبناء الطلاب تعالوا بنا نسترجع العناصر الرئيسة لدرس اليوم فلقد تعلمنا في هذا الدرس المقونات الطبيعية لقيام الأنشطة الاقتصادية وتحدثنا أبناء الطلاب عن الموارد المائية والتي تنقسم إلى موارد مائية عذبة والتي تتمثل في كل من أحسنتم في الأمطار والأنهار والمياه الجوفية التي تشمل كل من الأبار والعيون أما الموارد المائية المالحة أبناء الطلاب فتتمثل في كل من أحسنتم في البحار والمحيطات وكذلك البحيرات المالحة وبينا في درس اليوم أبناء الطلاب أهمية الموارد المائية وأثرها على قيام الأنشطة الاقتصادية والتي تتمثل في أحسنتم استخدام المياه العذبة في الزراعة كذلك تساهم الموارد المائية في الصناعة بشكل كبير وذلك بما تشمله من مواد خام مثل الأسماك والملح كما تساهم الموارد المائية في التجارة حيث أن لها دورا كبيرا في عملية النقل وتحدثنا أبناء الطلاب في درس اليوم عن العنصر الرابع من المقاومات الطبيعية لقيام الأنشطة الاقتصادية وهو التربة ووضحنا أنه تغتلف التربة أبناء الطلاب من منطقة لأخرى مما يؤثر على الإنتاج الزراعي كذلك تساعد التربة الخصبة على زيادة الإنتاج الزراعي كما في سوريا والعراق ومصر والصين والهند إلى جانب ذلك أبناء الطلاب يقل الإنتاج الزراعي في المناطق ذات التربة الفقيرة أبناء الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف وذلك لمناقشة الدرس والإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم وبهذا أبناء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر